اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد السيدة المشاهدين الكرام ربي بجاه القرآن العظيم يتقبل مني ومنكم الصيام والصلاة والقيام وجميع الأعمال الطيبة والصالحة ويغفر لنا بجاه القرآن العظيم ذنوبنا الكل إنه سميع قريب مجيب اليوم موضوعنا حلو يسر هو الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة ربي سبحانه تعالى ورانا في القرآن ساعة اللي يقول لكلام الدوني وما يحبش الكلمة الطيبة بعيد على هداية ربي قال تعالى وهدوه إلى الطيب من القول وهدوه إلى صيراط الحميد ما لا الكلمة الطيبة الإنسان اللي دي ما يقول لك ما شاء الله عليك الأخلاق اللي عنده ما يخرج من فمه كان صحيح وما يخرج من فمه كان الطيب والفم دي ما كل ابتسامه صح علي شهدولك الناس في الدنيا قبل الآخرة ما لا الكلمة الطيبة هي هداية من عند ربي اثني الكلمة الطيبة ربي سبحانه وتعالى بينهانا كينا سجرة الشجرة هذية من أنفع مثم شنوه أنفع مثم عنا الزيتونة عنا النخلة مشيوا لجماعة الجنوب تو يحكيوا لك النخلة كل شي فيه حتى وقت اللي أصاب بعض البلدان القحت اللي عنده من خل ما متوش سبحان الله كل شي القلب امتاحها يترحها ويتوالي كي نبسيسها وفي ثوايد شي القوة لله قال المولى سبحانه وتعالى في سورة سيدنا إبراهيم الخليل السورة العزيزة والرسول العظيم اللي هو سيدنا إبراهيم جد سيدنا وجد الرسل وسيدنا إبراهيم رب هكا جعل إن أولى الناس بإبراهيم نحن كنا في الكلمة الطيبة طيب إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين قال واحد أخر كيفاش أحنا أولى به هاولي هود قبلنا ويمنوا به هاون صار قبلنا ويمنوا به لكن ما فماش قد المؤمنين يذكروا سيدنا إبراهيم في كل صلى أربع مرات يقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين أنا كحميد مجيد هذو أربع مرات ذكر سيدنا إبراهيم في كل صلى إذا كان خمسة صلوات في الأربعة ذو ما عشرين بخلاف معنتها الشفع والوتر وبخلاف صلاة الفجر وبخلاف اللي يصلي الضحى وبخلاف اللي يصلي الرويت ساعات يذكر سيدنا إبراهيم من أم سيد النبي مئة مرة عبارة شايدة سبحة ويقولوا يا إبراهيم يا إبراهيم 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 فما أمة ذكرت سيدنا إبراهيم قدها الأمة هذه ملاهية أولى به لأنها تصلي على سيدنا إبراهيم هالسورة هذه سيدنا إبراهيم إذا ربنا سبحانه وتعالى مثل عظيم ياسر على الكلمة الطيبة ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من؟ الكلمة الطيبة هي اللي تحيي القلب بها ربي يحيي القلوب ولذلك السيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق النارة ولو بشقي طمرة ما تحقارش الصدقة قال ما عنديش عندي طمرة بركة والله خديتش طير وحطيتكش طير لاخر صح ليك اتق النارة ولو بشقي طمرة فمن لم يجد قال لنا حتى طمرة ما عندي فبكلمة طيبة تبسومك أمرك في وجه أخيك صدقة وقت يجيه أخوك من بعيد تحسوا هايم ضربته فتورت الظو فتورت الماء يولي مسكين تايا وزيد معنا انتهى المرأة في عوض والأولاد يزوزوا بابا ربي يفضلك لنا وقت هايفة تورت الظو هاولدك أمر العركة هاو كذا مسكين تلقاه جاي عينيها حولة بالعبال في الشيء رحاك هاي انتي وقت يتتبسم له وتقوله يا أخويا يقول لك يا ولدي يا ربي كبير يا ولدي الحمد لله شو اللهم صلي عني بي تمشي على سويقاتك ثم ناس مساكن عرق صغير في المخ يده سيق معاش يقوم عملوله المساجات ما قاماش اقوا يا ربي تشفيه اما انتي يحبط ربي اطيعتيك ما تخافش اكل كلمة اللي خفشتها وزهيته بيها وتبسمت له في وجهه لملايكة اتقيد افلان افلان يتصدق بصدقة وقبلها منك يا ربي صح علي اللي يقبل يا ربي سبحانه وتعالى من عنده حويجة يتكبر هالو يوم القيامة يقول يا ربي انا شعملت هذا الكل حسنات يقول له هاي ملا أهلا مني ترى خطابه قد يكون سيدني بصلاة صلى الله وسلم للأمة هلم ترى كيف ظرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها هذي التفسير هاي هاي برشا فما لي قاله الانسان بيده وبثله رب فما لي قال الكلمة طيبة هي لا اله الله محمد رسول الله أما التفسير الصح هي أنه كل كلمة طيبة تبعث الأمل للخوك المؤمن صح ليك علاش لأنه الانسان يعيش ظروف صعيبة مش كان تونس العالم العالم شكشوكة طو اي وانتي تزيد التابس وليجي يكلمك كذا فما عبادة يقوله نهارك زين يقوله تعرفني مناش هذا هذي من سوق الأخلاق هذي من بعدنا على مبادئ القرآن على مبادئ الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك أكل كلمة يا انت الطيبة بيحول الله تلقاها في عهد فرنسا الناس كانت القمل والصيبان والحواج المرقعة والمقطعة وما فهم ماش وتلقاهم الكلام طيب حتى الوليد الصغير يعلموه الكلام الطيب نني نني جاك النوم يا جميل بو قلعون أم القمرى وبو كنجوم ويبدأو يكذا ويعلموه يفرهد وحتى هو يرقد وكل بجنبه حتى المهموم مغموم يتفرهد علش يتفرهد حتى يسمع كلام جميل ياسر ومتقاليف حلوة ياسر محمد يا محمد يا زهو الدليل من راشي محمد فوق حصان يسير يمشي مع الصهارة ويجي عقب الليل يلقى مرأيته راقدة في فرشل حرير يلقى مرأيته قاعدة تمدح في البشير تصلي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم وهات يرقدوا كل وليدات الصغار يومين مولادنا اش سمعوا من الكلام الطيب هاو اليوم علوم معنتها جديدة تبين أنه هالكلام الطيب راه يقوي المناعة في البدن كلمة طيبة تفرهيد البعد على كل من ولي ذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم وصا هاو الكلام الطيب انتع الرسول يا ربي صلي وسلم وبرك عليه يا ربي جعلنا من المحبوبين عنده صلى الله عليه وسلم يا ربي جعلنا من المحبوبين عنده صلى الله عليه وسلم شقول لا تغضب موجه واحد سيد النبي أوصيني يا رسول الله شو الكلمة الطيبة أوصيني يا رسول الله أعطيني وصية حب نتفرهد بيها قالوا لا تغضب عاودلو أوصيني لا تغضب أوصيني يا رسول الله لا تغضب اليوم الغضب هاكم شفتوا الإنسان يطلع له سكر يفقد عويناته غش يطلع له سكر يقص له سويقته غش يولي مستنقط معه يمشي ولا يقوم ولا يجي غش معنى أنت يخليه معاش يتكلم جملة واحدة على وقت اللي وصها سيد النبي خرجت الكلمة الطيبة حبت تغصانها لا تغضب وقت يجي تغضب اتذكر قال لنا في حالة كبيرة بربش برد وجهك شريب أمان أرقد أخوذ نفس أخرج من كل مكان اللي يقلقك الله الله هاي؟ هاي؟ هالكلمة الطيبة فادت المؤمنين وتعرف اللي يدخل السرور على أخوه المؤمن هو من اللي ربي سبحانه وتعالى يكون فك اليوم الآخر من المستورين واللي ربي سبحانه وتعالى يغفر له الذنب متاعه ويستر له عيبه بيش بالكلمة الطيبة ومثل كلمة طيبة شوش ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا كلمة طيبة مثال عظيم المولى اللي خلق الأكوان ضرب مثال كلمة طيبة راك انتي خرجت كلمة ملقيت لها شبال شجرة عندها الثمار امتاح قدش من كلمة طيبة ترجع ايجا يا بنت يهديك لا وبي وعلي وراجلي فمتي ولا لا وكذا يا بنت يسف طو انتي ما قلت وسعي باها تقول لي انا وقتي خرج البرة يقول مرتي من نجمش يقول الله لا يخليها بأبيها الله يصرها هذيك ان شاء الله هالنهار تقول هو يقول لك مما تعرف وكذا وكذا ويمشي لها اللي هو يمشي له ويقول له مرتك لا بها لا 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 مرتك تقول يارا نهاري قبل نهار ووراي مرأة تحبك برشا وراء ويزبك تعرف هالنعمة لعطيها لك ربي كلمة صلح صلح ربي سبحانه تعالى يصلح له أموره كل اللي كانت بكعف علاش لأنه وليهز الكلمة هذي قالت فيك وقالت ورد بالك ومثلوا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتفت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار كلمة خبيثة وربي بيننا إليه يصعد الكلمة الطيب كل كلمة طيبة ما يعنيه قبلها لك المولى سبحانه تعالى كلمة خبيثة رأي تقعد الدور وترجع المولاها اللهم ياربي بجاه القرآن العظيم ياربي بجاه نبيك الكريم اجعلنا من الآمنين يوم الحساب وجعلنا ممن تخرج الكلمة الطيبة من أفواههم طلقة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير فاضح ولا مخزي تقبل منا الصلاة والصيام والقيام ولا تمتنا حتى نصلي في القدس وقد طهرته يا مجيب يا مجيب يا مجيب وصلي وسلم على الحبيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العزة ترجمة نانسي قنقر